في نفس الصياق يعني مارسل كولوري المدير الفني للنادي الاهلي قرر انه يريح عدد كبير من لعبي الفريق الأسين خلال مباراة التراجي وبالتالي عودة لعبين اخرين للتشكيل الاساسي زي احمد عبدالقادر وعمر السلية وخليل عبدالفتاح ومحمد شريف ده طبعا زي ما قلت لكم بالاضافة الى علي لودفل لو تلاحظ حتى الاسماء اللي انا قلتها ما تدارش تقول عليها اسماء احتياطية هي اسماء كانت بتشارك او بتخش في عملية التدوير اللي كان دايما بيعملها مارسل كولور فبرضه ما تدارش تقول قوي انهم لعيبة احتياطية بس بس وانا وصق ان مارسل كولور هذا المدرب القدير من المدربين اللي فهمه كويس جدا انه مش هيعمل تغييرات جزرية في تشكيلة الفريق في مباراة العودة هتقول انت على الان ولا ايه هقولك لا مش على الان لا لا هيسعد النهاية هيسعد النهاية ان شاء الله بس برضو الافورة او المبلغة في التغييرات في طريقة اللعب وا وا ممكن يعمل حاجات ما كناش متوقعين او مش منطقية انت لو غيرت بشكل مش منطقي ممكن تاخد نتائج مش منطقية ببساطة شديدة بس انا واصق انه المدرب دا ما اعملش كده انا بس بتكلم نظري بشكل عام لكن مارسي كنا انا بقولك او مش هيعمل تغييرات ضخمة لا في التشكيل ولا في طريقة انا بس 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 ا